بين القتل والإذلال تعيش القبيلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوتي وضعا عصيبا لا يحسد عليه عبر تاريخها آخر مظاهر التنكيل تلك كانت واقعة اغتيال أحد مشائخ محافظة عمران الشيخ أحمد سالم السكني عضو المجلس المحلي بمديرية ليدة وأحد قيادات حزب المؤتمر بالمحافظة لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها ولا القبيلة وحدها فقد طال القبيلة ما طال اليمنيين جميعا فمنذ إصقاط الدولة وصياط الميليشيا تجلد القبائل حتى تلك التي أدانت بالولاء لها وسخرت رجالها في معاركها ضد اليمنيين إهانة شيخ القبائل بل والاعتداء عليهم وصل حد القتل في إطار الإهانة الممنهجة التي يمارسونها بحق القبائل قبل هذا كانت قبائل الميليشيا تنتهك أعراف القبائل في حجة ودمار وإب وعمران وصنعاء حيث تتعرض لإذلال متعمد وإهانات تجاه شيخها واستهداف مباشر لكل فرد في القبيلة فمرورا بالقتل والنهب وسلب الأراضي والإهانات التي تلقاها زعماء القبائل تنتهي بتحكيم يحضره أبو علي الحاكم موجة من التضامن تنفذها عدد من قبائل عمران لمواجهة الإهانات المتكررة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق رموزها وأفرادها لم يعد خافيا مدى الانكسار الذي تعيشه القبيلة اليوم خصوصا نساء الطوق القبلي لصنعاء القبيلة ذاتها التي كاد سلطانها يتجاوز سلطان الدولة وهيبتها في بعض المناطق وفي الحياة السياسية ذاتها وظلت محصنة حتى أمام القانون وأدوات الدولة القهرية تذوق اليوم شر الميليشيا وينتهي كل ذلك بمشهد تحكيم مكرر ورغم ما آلت إليه سلطة البلاد من ثنائية ساهمت في تقويض الدولة عبر ثنائية الشيخ والرئيس إلا أنه لا يمكن إنكار دور القبيلة التي كانت ولا تزال امتدادا لتاريخ اليمن القديم يقول متابعون إن ما يحدث هو تجريف ممنهج للقبيلة وقتل بطيء لرمزيتها وإخضاعها لتحويل أفرادها إلى مجرد أسلحة مقاتلة في صفوف الميليشيات